بعض الحديث بالمجتمع اللبناني عن الدورة الشهرية عند النساء محرج لكثير من الناس بمجتمع زكوري وإدارة دولة زكورية أكتر وهالزكورية تجلد بموضوع دعم المواد الأساسية فشفنا دعم لشفرات الحلاقة للرجال مثلاً بوقت الفوض الصحية للنساء ما كانت مدعومة مفروض نستعملها، صايرة أسعارها كثير عالية أسعار فرقت كثير مثلاً مثل هذه كنا نجيبها بشي 2500 مدرب 2700 صارت 19 330 لكتال فرق كصناعة محلية مفروض أنه لو عم بيجيبوا الأشياء من برة وعم بيحطوا حقها مدرقة دي بس أنه راعوا شوي ظروف العالم كمان هالأمر انعكس على صحية النساء وبحسب دراسة قامت فيها جمعية فيميل بالتعاون مع بلان انترناشنل حول فقر الدورة الشهرية بلبنان تبين أنه 76.5% من النساء والفتيات في لبنان عندهم صعوبة بالوصول لمنتجات الدورة الشهرية مثل الفوض الصحية المخصصة لفترة الحيض غير فوض الاستعمال اليومي وغسول المناطق الحساسة وغيرها بسبب الزيادة الحادة بالأسعار خصوصاً عند العائلات يلي دخلها منخفض و87.9% منهم غيروا سلوكهم الشراء لهالمنتجات واعتمدوا سياسة التقنين اللي أصبح يتعرف عند اللبنانة ف41.8% من النساء والفتيات قال له كميات الفوض الصحية المستخدمة خلال الدورة الشهرية للضاين العلبة لفترة أطول وهالشي بيمطوى على مخاطر صحية فقر الدورة الشهرية كان له أثر أيضاً على الوضع النفس للنساء ف43% منهم بعانوا من مستوى معين من الألق والتوتر نتيجة عدم قدرتهم على الحصول على منتجات الدورة الشهرية وهالدراسة كانت بإطار حملة وطنية أطلقتها منظمة فيميل بالتعاون مع بلان انترناشنل على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان نشف طول نظبنا لرفع الصوت حول سلبيات فقر الدورة الشهرية وتدعياتها عند النساء والفتيات باللبنان وللتشديد على أهمية إيجاد حلول طويلة الأمد من قبل الحكومة اللبنانية والجهات المعنية لمعالجتها النقص إذن وجه جديد من الزل بحياة اللبنانة ولكن هالموضوع بينتقس من كرامة النساء الإنسانية وبقدى لعدم شعورهم بالأمان أثناء فترة الحيض فالدورة الشهرية مش خيار بل واقع بيولوجيا والوصول لمنتجات الدورة الشهرية هو حق نحقوق الإنسان